بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة كل يوم هناك اكتشاف حديث اليوم سوف نتأمل معا اكتشاف حديث جدا عن التراب هذا التراب يحوي مادة معقمة ومطهرة وتستطيع ان تقتل البكتيريا العنيدة التي تعجز المضادات الحيوية عن قتلها او التخلص منها التراب يحوي مادة قوية جدا دعوني اتأمل معكم لقد تم اكتشاف مادة جديدة في التراب تدعى ملسيدين وهي فعالة جدا في قتل بعض انواع البكتيريا العنيدة هذا البحث تم نشره في مجلة نيتشار ميكروب بيولوجي بتاريخ 17-2-2018 وهذا البحث ايها الاحبة يؤكد ان التراب اولا هو طاهر وفيه مادة مطاهرة اي فيه شفاء اذا التراب فيه شفاء سبحان الله الله عز وجل عندما خلق الانسان من تراب هذا تكريم له ليس استخفافا به بل تكريما له لانه مادة طاهرة والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يشير الى علاقة التراب بالشفاء تأملوا معي ايها الاحبة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمريض قل بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا رواه البخاري يعني انظر ايها الاحبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحقر هذا التراب لم يستخف بمخلوق من مخلوقات الله بل اشار الى قيمته الشفائية فمن الذي علمه في ذلك الوقت ان هذا التراب فيه مادة طاهرة او مطاهرة وفيه الشفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم